مرأة أخرى صالحة ذكرت عنها في السابق لا بأس أن نعيد سيرتها رسائن هذه المرأة الصالحة كانت صابرة إلى أبعد الحدود على قسوة الزوج ما راحت تركض أبوي ليوم نازعني زوجي ولا كذا لابدا صبرت على قسوة الزوج ورغم قسوة الزوج ومعاملته تلك القاسية صادرة شاكرا لله سبحانه وتعالى مصليا دائما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يميتها ميتا لا تتعب فيها أحد سبحان الله ما لي بس في حياتي لا حتى عند الممات اللهم لا تتعب أحدا عند وفاتي لا تتعب أحدا عند وفاتي الزوج قرر أن يتزوج عليها هل سوت ربشة وقفزت وراحت وانت ما تحبني ولا لا بالعكس قالت ذلك أمر الله صبرت وهي التي هيأت فراش الزوجية للزوجة الثانية صبر ويقين بما عند الله سبحانه وتعالى هذه المرأة الصالحة كانت صائمة وفي يوم صوم نافلة نزل عندها مستوى السكر ذهبوا بها للمستشفى قالوا لها لا بد أن تفطري هي كأنها أحست بأنها ستغادر الحياة فقالت إن كنت مغادرة فأريد أن ألقى ربي وأنا صائمة وأنا صائمة ما هي إلا لحظات متسارعة إلا وتغادر هذه المرأة الصالحة وهي تذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ماتت والذي حصل عندما أخذت إلى البيت كان هناك كفا قد جهز لها من قبل أبنائها أو إنه احتياط موجود في البيت دائما لم يزجدوا هذا الكفا أين هذا الكفا إذا بهم يجدون كفا آخر لا يدرون إلى هذا اليوم رغم مرور هذه القصة الآن كم سنع إلى يومكم هذا لا يدرون من أين ذلك الكفا أتا وبه روايح علما تجدها في أي مكان روايح طيبة جدا لا يدرون من الذي أتى بذلك الكفا إلى هذا اليوم من الذي أتى بهذا الكفا وكيف اختفى ذلك الكفا المعد احتياطا في البيت لا يدرون ذلك فضل الله يتيه من يشاء أيها الأخوة الموت سيأتي في أي لحظة في لحظة في لحظة في لحظة